تحيات اخوة وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف صحة دايما يا رب معكم مريم من قناة اكله بنفسه. النهاردة عندنا اكله من الزمن الجميل. اكله تحفى جدا اقتصادية صيامي الكزبارية. الكزبارية دي يعني اكله روعة. يعني ولا تقولي لي لحمة ولا تقولي لي فراخ. اكله من الزمن تحسسنا بترجعنا كده للزكريات الجميلة. تحفى. جميلة جدا بعيش وجنبها مخلل بعيش وجنبها سلطة وحلوة جدا وممكن برضو تاكل جنبها رز حلوة جدا اكلة سريعة اقتصادية صيامي آآ موفرة آآ ويعني بصي جمال المعلقة ده تحفى. يلا ندخل على حياتنا بسيارة قبل ما ندخلو متنسيقش باشتراك وتفعل زر الجرس واللايكات الكاتل للفيديو عشان ترفع وشوف اغرقكو. يلا بينا. نشوف هنعمل ايه? عندي حلة نضفط فيها زيت طبعا كمية زيت حلوة كده علشان الحلة دي هنعمل فيها كل حاجة يعني. آآ مش هنعمل حاجتان. وعندي حوالي حبتين تلاتة بصل ما اطعام بالشكل اللي ده اللي انا بورهولك ده مكعبات صغيرة. وهنفضل نقلب في البصل بتاعنا لحد ما مش يدبل بس كمان ندخل في مرحلة بعد ما يصفر شوية. اهو كده زي ما انت شايفة اهو. لسه برضو محتاجة ان انا يعني اسيبه كمان شوية. يعني مش بالمرحلة دي زي ما قلنا يدخل في مرحلة تلح مرار شوية. اهو شوفي هو ده اللون اللي انا عايزيه. بصي. وبعد كده عندي هنا فلفل حامي على بارد. انا حط شوية حامي برضو. ويتوم. مع الطعم صغير كده زي ما انت شايفة هنزل الاول بالفلفل طبعا هنخلي الطوم في الاخر عشان يعني يفضل طعمه ورحته. وبرضو لو حبة تحطي كرفس برحتك حطي حبة حبة كرفس فيها. برضو بيد طعم حال. لو مش متوفر عندك عادي خلاص. تمام? هاي لحد ما الفلفل برضو يحمر شوية هنزل بكمية الطوم اللي عندي خمس ست فصاص كده. وده وقلبي معاكي. بعتزر جدا جدا على صوتي واخد الدول برضو صعب جدا ما تنسونيش من دعواتكم. بعد كده هنزل بحوالي معلقتين معجون طمود. لازم معجون طماطي مبانات. وفي الوسط كده هحمر المعجون الاول في الزيت قبل ما ضيفه على الكمية كلها. تمام كده حبيبي زي ما انتم شايفين بالزبط. علشان المعجون بيدي كسافة ولون للصالصة. عندي هنا نصف كيلو فول ما تشوش منقوع. آآ قبلها بيوم آآ بمية سخنة وغيرت له كزا كزا مرة. لان البقليات علشان اي حد عنده مشاكل قولون آآ نعمل لازم ننقحم. وهنقلب فيه الكزبة الخليط بتاعنا ده كويس لحد ما احس ان الطماطق يعني الفول تشرب شوية من التقالية بتاعتي. هنزل بحوالي اربع حبات طماطم مبشورين. طبعا مبشورين يعني ما فهمش ايش. وهنفضل نقلب هنا تمام. بعد كده هنزل بمكعب ملقة خضار طبعا. طالما اكل صيامي. وهنقلب مو على الفكرة ممكن تستغني عنها براحتك برضو. مفيش مشكلة. وبعد كده هنحط طوابلنا فلفل اسود. وهنحط كمون وكزبرة طبعا. كزبرة نشفة. بس كده هنقول ايه كمون وكزبرة نشفة. وهنحط بابريكا بتديني طعمه وتعززلي اللون حلو جدا طبعا انتو عارفين. تمام? وبس كده. ست البيت الشطرة هتقول ليه فيه حاجة نسيتيها. هسيبك تفكري فيها لحد ما نوصل لها. تمام كده حبيبي وهنقلب آآ الكلام ده شوية. وهنسيبه يتسبك مع بعضه شوية. تمام? تسبك كده شوية مع بعضه يتشربه مع بعضه ياخده طعم التوابل كده مع بعض. وبعد ما تسبك شوية هنا بصراحة الكاميرا كانت طفية ما اخدتش بالي. ضفت جزء من كزبرة الخضرة اللي عندي ومية مغلية غطتلي الكزبارية او الفول بحوالي عقلة صباع او اكتر شوية. اه زي ما انتم شايفين. انا عندي هنا الفول بصراحة نوعه مش كويس. فاخد تسوية كتيرة جدا معايا. يعني كان لازم احط له كمية مية كبيرة. انا عارفها تبعا شوية جبتهم والحمد لله قرار بيخلصوا. فعارفة انهم هياخدوا معايا. تمام? بس كده وسبتهم يغلوا خلاصوا داخل الفول على السوى. هنا بقى الحتة اللي احنا نسيناها احنا ما نسيناهاش الملح. الملح لازم يتحط مع البقليات زيها زي اللحوم في الاخر خالص قربة متستوي علشان ما يعطلش التسوية بتاعتها. تمام خلاص وهنا خلاص برضو خلاص داخل في يعني الملح حطنا فهو داخل على السوى مثلا بخمسة وتسعين في المية. هنا الكزبارة بقى الخضرة باقي الكمية لان حطنا جزء في الاول حطي كمية حلو حوالي كباية كده واكتر. غير الجزء اللي انت حططيه في الاول. آآ آآ قربة ما خلاص دقيقتين كده بالزبط ونطفي. دقيقتين بالزبط اهو ونطفي على طول عشان الكزبارة تفضل محتفظة بلونها وطعمها التحفة جدا. ما هي كزبارية بقى لازم نحط كمية كزبارة كتيرة جدا. بس كده واكلتنا خلصت سريعا فاشا اي مشكلة. ما اخدتش وقت معانا. كله في حلة واحدة. ويلا بينا نقدمها اهو غرفناها في طبق التقديم. زي ما قلنا تحطي قدمي جنبها عشو مخلل. قدمي جنبها رز برضو حلو شغال. بس انا بصراحة بتعجبني جدا بعشو مخلل بس. زي ما انت شايفة طبقة تحفة جدا حلو. تراثنا القديم. دايما الاكلات التراثية دي بتنجدنا في اوقات يعني مش عارفين نعمل ايه او افكارنا في ايه بس بجد طعمها تحفة جدا. جربي تجديد واوعدك انك مش هتندمي ابدا طعمها تحفة. يعني بصوا الاولاد اللي ما بيحبوش يكلوا الفول هيكلوه اه بطريقة جديدة اهو طعم مختلف. ويا ريت لو وصلت معي الحد هنا تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو وباي